أهلا بيك ربنا بريك وببسط جدا لمحاك بتبقى معنا حبيبي وانت كمان والله قبل ما ادخل في مطش السودان وبتأكيد حق تبيعة شرط المباراة الاول خليني اخد محاك تقييم كده عام لبطولة كاس العرب ازاي شايف البطولة بعد جولتها التانية وازاي شايف مستويات المنتخبات اللي شاركت فيها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البطولة جات في وقت يحمد وقت يعني كويس قوي خدم يمكن العالم العربي كنا محرومين من البطولة العربية بقنا سنين التجمع العرب الجميل في دولة قطر التجهزات لعزيت بطولة كمان حاجة مشرفة حتى استعدادا لكاس العالم هي بروفت كاس العالم هو الفيفا حتى بيراء على البطولة السندي عشان يختبر او يعمل تست كده على الملاعب على اللوجستيكس على الفنادق يعني بيعمل تست كده قبل ما يروح لبقى الحدث الاهم والابرز كاس العالم حتى الجواهير كمان يعني دخول الجمهير بنظام منظم ويمكن وحشنا الجمهير بقىنا فترة مشوفناش الجمهير العربية اللي بتساند فرقها وطبعا احتراما لكل الفرق السلتاشر دولة اللي شاركوا معظمهم من افريقيا واسيا انا شايف ان بادت المستوى التقرب يعني زمان كان فيه فرق بين افريقيا واسيا بشكل كبير النهاردة يعني عايزين نحيي بعض الفرق الاسيوية يمكن على رأسها يمكن سوريا ولبنان والأردن يعني من ضمن الفرق اللي بدأت من بداية المشوار سوريا عملت مفاجأة قدام كونس بصراحة يعني حاجة جميلة مغرأة مميزة ما كانش متوقع الحقيقة بالضبط كانت الناس تقولك ان فيه فرق بين افريقيا واسيا بشكل كبير لكن النهاردة واضح ان المستوات الرابط بشكل كبير اي نعم معظم المنتخبات اللي هي في شمال افريقيا الكبيرة مجادش بالصف الاولاني لكن طبعا المحليين بيعتبروا مش اقل من المجموعة اللي بتمثل المنتخبات ديت لكن طبعا سوريا مبارح عملت مفاجأة بشكل كبير بالروح يحمد التنظيم والاداء المميز يعني كانت الناس كلها تقول ان تونس هتكسب سوريا مش اقل من التين مش اقل من ثلاثة الروح يا كابتن مهر هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تصنع الفارق وتعود اي فوارق موجودة في الامكانيات تفق ولا تختلف بالضبط لان المستويات قربت يحمل بشكل كبير واشنونا في البطولة دي مستويات قريبة بشكل كبير جدا لكن الروح زي ما انت تفضلت في بداية تقديمك لمنتخب مصر النهاردة فعلا الروح فرقت في التغييرات اللي عملها مستر كروش يعني ممكن المباراة الاولى كان فيه خمس لعبا اساسيين موجودين النهاردة فيه خمس لعبا اساسيين متغيرين فدي من ضمن الحاجات اكيد هو عنده استراتيجية بيفكر انه هو التغييرات دي لاجل طبعا ان الناس كلها تشارك في البطولة بطولة مهمة مباريات طبعا دولية وعلى مستوى جيد عايز حقق ايه من بطولة زي كابتن ماهر يعني النهاردة انت لو على رأس الجهاز الفني تروح بطولة زي بطولة تكسل عرب دي تاخد منها فكرة انك تجرب تغلط تجرب تصحح تعدل تقيم مستويات لعيبة تجرب طرق لعب ولا تروح تلعب مطشط على بطولة كأنك راح تنفس على تحقيق اللقب ايه الاهم بالنسبة للمدير الفني هو الفرصة جات وسمحت انك انت تجرب زي ما انت تفضلت يا احمد ان انا اشوف بس انا مجموعة اول مرة يمكن بتشارك في المنتخب مصر بشكل كبير طيب فرصة من كنت بتقابل المبارات الدولية بهذا الشكل ان احنا ما عندناش فرصة كانت قبل كده ودي كانت مشاكلنا انه ما عندناش مبارات حبية دولية تقدر تحط فيها تشكيلة تقدر تجرب فيها طريقة تقدر تكلم على استراتيجية فالنهاردة فرصة بالنسبة لكروش وولادنا ممتخب مصر انك انت تجرب طبعا لعيبة هتحتاجهم في المرحلة الاهم اللي هي جاية كاسة قوموا في ركاس وما كاسة العالم فالنهاردة جتنا بطولة بطولة عربية دي يعني زي ما بتقول فرصة بالنسبة وفرصة للجهاز وفرصة للعيبة فالنهاردة في المباراة الاولى مستر كوروش يمكن كان عنده مجموعة سابتة بشكل كبير النهاردة حصل تغيير المباراة الاولى كان فيه موجود اقرم توفيه في ناحية اليمين وحمد فتحي في نص الملعب افشا كالصانة العاب مصطفى فتحي كجناح محمد شريف كجناح مرس حرب فالنهاردة حصل انهم مش موجودين في المباراة التانية نهاردة انسف حمامك القديم مجموعة تانية حاجة كويسة لينا احمد رفعت بعد ما اشركوا في ربا ساعة في المباراة السابقة نهاردة بيديلهم الاول ايمن اشرف بيلعب في مكان غريب اول مرة نشوفه عمر جمال بيلعب لكن ايمن كمان احنا متعودين على انه قلب الدفاع نص ملعب نحت الشمال دي برضك حاجة يحاول مستر كوروش ممكن يكون بيفكر فيها مصري ولبنان ماضش الاول المنتخب المصري كان على عشرة من وجهة نظرك يعني انا شايف ان المباراة ما كانتش مستوى الفني يعني يزيد عن فوق المتوسط واخبالك مع البدن مع التكتيك يعني اداءنا ما كانش بيرتقي احنا اتفاجئنا باللبنان المنظم دفاعيا بشكل كبير وبعدين حسب ممكناته بيحاول كان بيقدر يطلع على كونتر اتاك او حاجة سابتة لكن تنظيمه الدفاعي اداله شكل واداله درجة اعلى من اداء منتخب مصر من ناحية الفنية منتخب مصر فنيا ما كانش بالمستوى اللي احنا كنا يعني مستنين بالضبط احنا قلنا ان احنا المستوى حيرتقي من خلال البطولة ديت حيرتقي من خلال اللعيبة من خلال الروح من خلال الجنب البدني من خلال الجنب الفني حنشوف جملة او جملتين